اكد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ فصل نوافل احمد الصباح بان الية الاستعراف على رفاة الاسرى والمفقدين تتطلب الكثير من الجهد والوقت من اجل تعرف والمطابقة جاء ذلك خلال زيارة الى الادارة العامة للادلة الجنائية التابعة لقطاع الامن الجنائي لتفقد الية عمل الاستعراف الجنائي لرفاة الاسرى والمفقدين التي تسلمتها الكويت مؤخرا من السلطات العراقية وكيفية استخلاص الحمض النووي الدي ان اي ومطابقته مع قاعدة البيانات الموجودة في الادارة العامة للادلة الجنائية وفي ختام الزيارة نوه الفريق النواف بالخبرات الوطنية التي تعمل بادارته الادلة الجنائية والتي اثبتت قدرتها على توظيف العلوم الطبية من اجل خدمة الوطن